اهلا بكم مشاهدين اعلن مصدر في وزارة النقل اللبنانية للجديد ارتفاع عدد ضحايا زورق المهاجرين الذي غرق امس قبالة شاطئ طرطوس في سوريا الى 53 مهاجر لم تحدد هوياتهم بعد علمنا ان المركبة انطلق من شواطئ المني شمال لبنان باتجاه السواحل الايطالية وعلامتنه عشرات المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين بحسب المعلومات المتداولة وكان مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرسلي قد اشار في حديث اعلامي ليلا الى انه تم انقاذ 15 مهاجرا كحصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث واكد مدير عام مشفى الباسل في طرطوس اسكندر عمار ان هناك تزايدا في اعداد ضحايا غرق الزورق مع استمرار عمليات البحث والاستنفار مشيرا الى وجود 15 ناجيا يتلقون العلاج والاسعافات في المستشفى غالبيتهم من السوريين واللبنانيين وبعضهم لا يحملوا اوراقا ثبوتية الى ذلك افاد مراسلنا في عكار عصام رجب ان بلدة القرقف شيعت الطفلتين ماي وسام التلاوي وشقيقتها مايا الى مثواهما الاخير بعدما قضطا غرقا في زورق الموت قبالة طرطوس في حين لم يتم العثور بعد على والدتهما سلمة وشقيقيهما محمود وعمار وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون على متن طوافة عسكرية الى مركز فوج الحدود البريع على السلسلة الشرقية لتفقد الحدود وافتتاح طريق عسكري يربط المراكز العسكرية بين بلدتين القاع ورأس بعلبك في البقاع الشمالية تعليقا على اللغة الحاصل بشأن عدم وجود العالم اللبناني في اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب في بيان بأن الموعد مع الرئيس الإيراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده وجرى تأخيره نصف ساعة إلى حين أحضار العالم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ولم يكن ممكنا إيصاله إلى مقر البعثة بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اشتركوا في القناة